السلام عليكم نستطيع الانتاج الامسل للمزرعة لان ده الاساس اللي المزرعة هتجبر عليه فلازم ان انا اسسه صح فلازم نهتم طبعا بالنتاج بتاعنا دا اهتمام اه كويس عشان يتأسس تاسيس صح وجلنا احنا ان التغذية على السرسوب انا بس بفكركم عشان نربط الفيديوهات ببعض التغذية على السرسوب قلنا لاجل يتغذى على السرسوب خلال اول ساعتين من الولادة وتتكرر اه في اول يوم اول 24 ساعة من 3 الاربع مرات ان احنا نود الاجل ان هو يمسك الحلمة لو هو مش جادر يمسك الحلمة ممكن نمسك الحلمة ونحطها جوه بوجه ونحلب شوية لبن كمان جوه بوجه بحيس ان هو يبدأ يتضرب على مسك الحلمة من الام ويبدأ يرضع السرسوب يبقى اول ساعتين مهمين جدا 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 في موضوع الرضاعة السرسوب وناخد برضو في نفس اليوم في الاربع وشرين ساعة والان هي دي من 3 لاربع مرات خلال 24 ساعة الاولى من عمر العجل وزي ما قلنا نساعد العجل له نرشده على الرضاعة من الضرع ومساك الحلمات ولو كان ان احنا نقدر ان احنا نحلب له شوية او نمسك الحلمة بدينا لحد ما يبدأ يتعود يسحب لان عملية المص دي لها ضرورة ومهمة جدا هقولها لكم ان شاء الله لما نبدأ نخش على موضوع البزازات طبعا نبدأ طالما احنا حطينا في دماغنا ان احنا هنرضع صناعي ما نتركش العجل مع امه فترة طويلة في الاول اربع تيام دولة نحاول نبعده عنا بعد ما يرضع نبعده يبقى بعده مبكر ده يعني بالذات في اليوم الرابع بعد الولادة بيخلي العجل يتعود بسرعة على موضوع الرضاعة الصناعية سواء كان هنستخدم جردل او هنستخدم بزازات طبعا قلنا السرسوب مهم جدا في موضوع العجول اللي ما تتولد بيبقى جسمها ما عندوش عجسام مضادة ما فيش عجسام مضادة في الجسم اللي هي بتحمل عجل من الامراض اللي ما يتعرض فيها في بداية حياته فالسرسوب اول ما يتشرب بيبدأ العجسام المنعية بتمر من الامعاء الى الدمه مباشرة من خلال 18 الى 24 ساعة من الولادة السرسوب قلنا بيحتوي على نسبة بروتين عالية جدا ونسبة دهون واملاح وفيتامينات منه اي اسهالات يعني مفيش سكر الاكتوز في اليوم الاول العجل طبعا زي ما قلنا هياخد من لتر الاربع للتر على 3 الى 4 مرات يعني ممكن ياخد حوالي 4 لتر في اليوم سرسوب يعني نبدأ لتر الاربع للتر 3 اربع مرات يشرب من امه في اول يوم اهم حاجة اول يوم عنه اليوم التاني والتالت ياخد لتر ونص ثلاث مرات في اليوم من الرابع اليوم الرابع طبعا ياخد 2-3 مراتين كده احنا نبدأ بعد اليوم الرابع هنحدد ايه الغرض من التربية العجل ده انا هربيه ليه هل يعني لما اجي غزي العجل ديه او احط اجدام لها العلف البادئ فانا اعيز لازم احدد الغرض من التربية هل العجل دي هخليها تبقى طلايج يبانا لازم اغزيها على علاج مركزة قادر الامكان ونتجنب كمية التبن الكتيرة عشان ما يعملش كرش كبير وده طبعا بيساعد على انتظام شكل الجسم والسمنة حتى لا تنخفض حيويته وقدرته على الواسم لو الغلط هو تسمين الاجور اول اجليات اللي هي تبقى تعد مستقبلا للحليب يبقى احنا نبدأ مبكرا في تكوين كرش كبير لها بمداتها بالعلاج اللي خشنة وتبني بحيث ان يتكون كرش يسع لكميات كبيرة من العلائق الرخيصة اللي هي زي الدريز زي الجش الرز هتبني الابيض وتأهيلها لانتاج كمية المطلوب منها طبعا العجول اللي هتستخدم في انتاج اللحم يراعى العمل على تطوير المنفحة بالاغذية السيلة هنبدأ في الرضاعة الصناعية هنبدأ ندرب العجول الرضية عليها بعد اليوم الثالث او الرابع هنجدم اللبن للعجول فيها وهي نظيف طبعا كان جردل او بزازات هتشوفوا انتو الحاجات دي كلها والكميات اللي المطلوبة في جدول هينزل جدول حالا دلوقتي الكمية اللبن المطلوبة وامتى ادخل عالف بادي حيواني للعجل الرضية يبا احنا نقدم العجول في اوية نظيفة زي الجردل كميات المطلوبة حسب عمر كل عجل واحتاجاته ممكن نحط صبعنا كده داخل الجردل بحسن العجل يبدأ ياخده يتعود على الشرب اللبن بعد زلكت القائن واحدية من الجردل اهم شي طبعا النظافة 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 مهمة جدا جدا للبن المقدم العجل وهم شي ان احنا نجلل المدة نجلل المدة بين الحليب وبين نجلل المدة بين الحلب واللبن ونجدمه للعجول يعني احلب ونجدمه بسرعة بحيث ان لا يوجد فيه وقت ان يحصل فيه اي تلوث لللبن مع طبعا النظافة التامة لجميع عدوات استقبال اللبن يشترط ان يجدم اللبن ده او بديل اللبن سواء اللبن او البديل فيه صورة دافية من 35 ل 36 تكون درجة حرطه من 35 ل 36 درجة موية بحالته الخام ما نغليش اللبن ممنوع تغلي اللبن ولازم ننظف الهواني دي كويس جدا عشان خاطر ما يحصلش منها اي تلوثات طبعا مميزات الرضاعة الصناعية زي ما قلنا ان احنا ما ننظم عملية التغذية بيحصل تنظيم لعملية التغذية للعجول ومعرفة كمية اللبن اللي معطاه لكل لجن دي اول حاجم الحاجة التانية اللي انا بستفيد طبعا باللبن باقصى كمية لبن بالمزرعة ان انا ابيحها وابدأ استثمر فيها او اعمل واحدة تصنيع في المزرعة ان كنت اصنع زبادي طبعا عندنا في مزرعة الجموز بتاع غر بداية الكيلو بيعمل لحوالي ستة علب زبادي ستة في خمسة تجربة بثلاثين فبيشتغل معي شغل كويس يمكن نعمل سجلات برضو من مميزات الرضاعة الصناعية ان نعمل سجلات اللي امهات دي عشان اعرف كمية اللبن متحصل عليها جدية يعني ممكن اعمل سجلات للامهات واعرف الام دي بتجيب كم كيلو لبن لان انا طبعا بحلبه برضاو فده احنا بنتكلم عن اللي احنا هنحلب لبن والرضاو لسه متكلمناش على بدائل الالبان وطبعا دي كل شركة لها بنفلت او لها رشدة او لها نشرة احنا بننفذ النشرة عليها وهنحكيها في الفيديو اللي جاء ان شاء الله وهنعرفكم ازاي تدي اللبن البديل وبكمية ايه ويمتدخل اللبن البديل بعد اللبن الطبيعي او الخام او اللبن الام اللي احنا حلبينه بنديه للعجول الرضيعة وزي ما قلنا طبعا في البان اه ممكن نستخدم شرش اللبن بعد فرزه من الزبدة بناخد الشرش ونجدمه امتى ناخد اللبن الفرز امتى بالضبط نجدم للعجل لبن فرز اللي هو بعد الخط يعني نخطه في النظام الفرازات ديت وممكن ناخد لبن نرجع او تاني نرضع العجول الرضيعة طبعا الصور انتو شايفينها دي كلها طبعا دي ادوات الرضاعة الصناعية سواء ان كانت بزازة او ان كان برضو النوع ده لو انت هتركب مصورة على مضخة وتوصل للعجول كده نظام توصيل زي مواسير المياه كده يعم والبزازة دي طبعا انا بحب الرضاعة بالبزازات لان بصراحة بتحكم اكتر وسهلة في النظافة عن الجرد ده الجردل طبعا وفيه البزازة بس انت في البداية بتحط سبعة جوة اللبن بحيث ان العجل يمسك سبعة يحيث ان دي الحلمة بعد كده هو بيتعود على الشرب يعمى داخل الجردل يعمى في البزازة اللي هي ركبة في الجردل دي زي ما حضراتكم شايفين طبعا من مميزات الرضاعة الصناعية طبعا زي ما قلنا ان في دراسات جالت ان الرضاعة الصناعية بيوصل وزن العجل عند الفطام ممكن يوصل بدري عن الرضاعة الطبيعي يعني ممكن يوصل من تسعين كيلو لمية عشرة جبل الرضاعة الطبيعية وممكن فيه زيادة سبعة كيلو عن الرضاعة الطبيعي يعني ممكن وزن العجل في الفطام بالنسبة للبن الصناعي بيوصل 92 كيلو في مية عشرة يعني ممكن يوصل مية عشرة جبل الرضاعة الطبيعية عند الفطام يعني ممكن حوالي 72 يوم كده او 70 يوم تقريبا يعني ممكن 72 يوم يوصل 92 كيلو جرام على الرضاعة الصناعي في حيث ان الرضاعة الطبيعي ب 86 كيلو بس عند السبعين يوم بتحكم في الأدوات طبعا وعشان من حصلش اسهلات لازم الادوات تكون معقمة وفي تحكم كامل في موضوع الرضاعة هنكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله ونشوف بديل اللبن اللي هو عالي الجودة وان شاء الله تستفدوا كتير تحياتي لكم جميعا وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة